طيب يعني برا الحاجة اللي قد كده بيعملوا منها حاجة قد كده احنا عندنا في مصر يعني تاريخ فرعوني مقدوني روماني يوناني عندنا كل ده شايف ازاي نماركت او نسوأ للحاجات دي احنا شايفين على الشاشة دلوقتي يعني تمثيل قمة في الروعة بالذات الاثار اليونانية الاوروبا كلها مهووسة بيها فاحنا ازاي نجزب السياح الاوروبيين لهذه الاثار المكتشفة حديثا في الحقيقة قمة في الجمال والروعة وقدرين نعيش معهم يعني حريك شايف معنا على الشاشة دلوقتي قدرين نعيش معهم تاريخ واحداث كأننا موجودين في العصر ده وشايفين ايه اللي كان بيحصل هقول لحضرتك حاجة احنا مشينا في هذا الموضوع التجاهين عندنا المجسد على الاثار وزورة السياح والاثار المعارض الخارجية اللي بتطلع تجوه بانحاء العالم يعني كان عندنا معرض اسمه أسرار وزوريس طلع يجاعد بره خمس سنين راح فرنسا راح انجلترا راح سويسرا راح مدن عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية وانا حضرت أحد هذه الافتتاحات في مينسوتا في منابلس الولايات المتحدة الأمريكية 2019 تشوف حاجة الاثار عرضينا هناك بشكل جميل مصر يعني بتبقى هي الفوكل بوينت اللي هي النقطة الأساسية ونقطة الجزب كل الناس جاية بتتكلم عن مصر بشكل كبير جدا فده موضوع مهم كان فيه اتجاه آخر ان احنا نعمل متحف للأثار الغرقة جنب في الميناء الشرية جنب قلة قايد باي لكن طبعا فيزبيلتي الرؤية بتاعة المياه في هذا المكان ما كانتش يعني على القدر ان تخلي السياحي زي ما حدكت قدري تروحي مثلا البحر الأحمر في شارم الشيخ راس محمد تختص وتشوف الشعب المرجانية نفس القصة دي كنا هدفنا نعملها كان فيه برضو اتجاه آخر ان حدكت فضي المياه في هذا الجزء من البحر المتوسط وتسيب الأثار موجودة والناس تنزل تشوف بس كان يتكلف مبلغ مع اعتقد مليار دولار اي مية او حاجة زي كده فكان حاجة صعبة جدا لكن كنت تبقى رحلة ممتعة للقطصين جدا نحن تشوف الأثار وتمشي فيها وتشوف المدن تشوف السفن تشوف التمثيل تشوف بقايا المدينة الحطام القديم لمركب كأس مثلا كان حد بتناور فيه الشراب تشوف تمثال معين تشوف العملة نفسها والعملة عن طريقها بنقدر نقرخ هذه الأثار وقول لك الأثار دي ترجع يعني العملة بعليها الإمبراطور أو الملك على وشه ونحة زي الملك بكتاب عندنا في العملة الحديثة بتاعتنا فحضرتك تقدر تشوف من خلالها وتقدر تقرخ عن ضريقها الأثار دي بترجع لأنهي فترة من الزمن في هذا الجزء من البحر المتوسط والبحر المتوسط بالذات اللي هو تاريخ مهم جدا في هذه الاكتشافات وهو أمدنا بأثار كتيرة ومدن عديدة لأن منطقة كنوب وهراكلين وهتا دي هي كانت المينة الأساسية بتاعة البحر المتوسط قبل نشأة مدينة الإسكندرية الفترة دي كانوا فيها جماعة اللي هما الجماعة الصويين وقصة 26 عندنا والغريق كانوا مستوطنين في هذا المكان وهم اللي كانوا بتحكموا في التجارة فكان هذا هو المنفذ ما كانش فيه سفينة تخش مصر إلا من خلال هذا المينة اللي هو بتاعه هراكلين وكنوب في البحر المتوسط قبل نشأة مدينة الإسكندرية في عهد الإسكندر الأكبر نفسه